مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أعزائي الطلاب في درس جديد من دروس وحدات نشاط الفلزاد درسي اليوم بيتكلم عن استخلاص الفلزاد أهداف درسي اليوم يشرح الطالب مبدأ العمليات الصناعية المستخدمة لاستخلاص الفلزاد باستخدام موقع كل من الكربون والفلزاد في سلسلة النشاط الكيميائي في البداية قبل أن نشرح الدرس نعرف ما المقصود بكلمة استخلاص الفلزاد الفلزاد موجودة في الطبيعة على شكل مركبات وليست على شكل فلزاد مقية على سبيل المثال لاستخراج الحديد نستخرج فلز الحديد من خام الحديد عبارة عن أكسيد الحديد فكيف يتم استخلاص الحديد من أكسيد الحديد أو استخلاص الألمونيوم من أكسيد الألمونيوم هذا هو المقصود بكلمة استخلاص الفلزاد من خاماتها فكرة الدرس يتم استخلاص الفلزاد من خاماتها بطرق مختلفة حسب موقعها في سلسلة النشاط الكيميائي مقارنة بموقع عنصر الكربون إذا كان الفلزاد أسفل الكربون في السلسلة يتم استخلاصها باستخدام الكربون وإذا كانت أعلى من الكربون في السلسلة يتم استخلاصها بالتحليل الكهربية يبقى عنص الكربون هنا في السلسلة كل العناصر الموجودة أسفل الكربون الحديد الرصاص النحاس يتم استخلاصه باستخدام الكربون أما العناصر الموجودة في أعلى الكربون فهذا يتم استخلاصها باستخدام التحليل الكهربية الفكرة في تفاعلات الإحلال هذه أن العنصر الأنشط يحل محل العنصر الأقل نشاطا فهذه الطريقة نستفيد منها في استخلاص الفلزات من مركبات ما المقصود باستخلاص الفلزات؟ على سبيل المثال النحاس النحاس في الأصل ما فيه نحاس موجود في الأرض على شكل نحاس لا بيكون موجود فيه مركبات موجود على شكل أكسيد نحاس مثلا الحديد بيكون موجود على شكل أكسيد حديد وهكذا الألمونيوم موجود على شكل أكسيد ألمونيوم طيب ما هي الطريقة التي استخلص بها الفلزات من هذه المركبات فطريقة استخلاص الفلزات إذا كان الفلز موجود تحت الكربون في سلسلة النشاط الكيميائي معناها أن هذا الفلز أقل نشاطا من الكربون لذلك أستطيع أن أستخلص هذا الفلز باستخدام الكربون يبقى الكربون مع أكسيد النحاس الكربون أنشط من النحاس يطرد النحاس ويصبح أكسيد الكربون نفس الكلام مع الرصاص برضو الرصاص أسفل الكربون نفس الطريقة الكربون أنشط من الرصاص يطرد الرصاص وياخد منه الأكسجين يصبح أكسيد الكربون أو الأكسيد الكربون زائد الرصاص طيب الكربون ينفع في استخلاص المغنيسيوم تعالوا هنا الكربون تحت والمغنيسيوم فور لا هنا المغنيسيوم أنشط من الكربون ما ينفع استخلص الكربون ما ينفع استخدم الكربون في استخلاص المغنيسيوم لماذا لأن المغنيسيوم أكثر نشاطا من الكربون يجيك سؤال لماذا يستخدم الكربون في استخلاص النحاس لأن الكربون أنشط من النحاس لماذا يستخدم الكربون في استخلاص في استخلاص الرصاص لأن الكربون أنشط منه الرصاص لماذا لا يستخدم الكربون في استخلاص الماغنيسيوم لأن الكربون أقل نشاطا من الماغنيسيوم طيب إذا كان عنصر من العناصر زي مثلا ZN ينفع استخدامه استخلص الخرصين باستخدام الكربون ينفع ولكن لأنه قريب جدا فالتفاعل بيكون بطيء جدا في هذه الحالة يفضل أن أستخدم طريقة وهي تسمى طريقة التحليل الكهربي طيب العناصر الأنشط من الكربون الألمونيوم مثلا كيف يتم استخلاص الألمونيوم كيميائيا ينفع استخلاص الألمونيوم باستخدام الماغنيسيوم أو الكالسيوم أو الليثيوم ولكن هذه الطريقة مكلفة جدا يعني بتتكلف عناصر أغلى من العناصر اللي هتنتج فهنا بيكون التفاعل هنا بيسبب خسارة ماديا ولكن نستخدم فيه العناصر الأكثر نشاطا من الكربون نستخدم فيها طريقة تسمى طريقة التحليل الكهربي يبقى الألمونيوم يستخلص باستخدام التحليل الكهربي الماغنيسيوم تحليل كهربي الكالسيوم تحليل كهربي جدا جدا لذلك توجد حرة في الطبيعة ما تحتاج طريقة للاستخلاص أصلا ولكن العناصر هذه تستخلص بطريقة الكربون أما العناصر الموجودة أعلى الكربون تستخلص بطريقة التحليل الكهرباء أيضا فكرة ترتيب الفلزات في سلسلة النشاط الكيميائي نستخدمها في تفاعل يسمى تفاعل الثرمية وهو تفاعل ألمونيوم مع أكسيد الحديد كما رأينا في السلسلة الماضية الألمونيوم موجود أعلى الحديد في هذه السلسلة لذلك الألمونيوم أكثر نشاطا من الحديد فعندما يتفاعل الألمونيوم مع أكسيد الحديد ينتج أكسيد ألمونيوم زائد حديد زائد حرارة هذه الحرارة تجعل الحديد هذا يكون حديد مصهور ذايد فهذا الحديد المصهور يستخدم في لحام المعادن هذا التفاعل يسمى تفاعل الثرميد يبقى فيما يستخدم تفاعل الثرميد يستخدم في لحام الحديد وبذلك نكون قد وصلنا لنهاية هذا الدرس ونتمنى لكم التوفيق والنجاح دائما بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته